بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر يعني اتحاد الكورة وده من المطبخ قوي من المطبخ قوي اتحاد الكورة هيبقى عنده بقرة قرارات في منتهى الاهمية وبعض القرارات مفاجئة بعض قرارات اتحاد الكورة غدا هيبقى فيها كثير من المفاجئات كثير من المفاجئات طيب ايه هي المفاجئات خلونا نستنى البكرة هتقول لي تم تقوليها الوقت هقولك ما عرفش ما عرفش خالص يعني طيب اتحاد الكورة بيدرس الدخول في المفاوضات مع روي بيتوريا الموديل الفني لمنتخب مصر ليه بقى عشان عايز يقلل الراتب بتاعه خلال الفترة اللي جاية فيه ازمة في الدولار يعني خد بيدك معنا مصدر بالتحاد الكورة قال ان فيه اتجاه للتفاوض مع فيتوريا عشان يعني يعني يقلل الراتب بتاعه شوية او ياخد جزء منه بالجنيه بالجنيه المصري يعني اخد جزء دولار واخد جزء بالجنيه المصري عشان الازمة المالية اللي بيمر بيها اتحاد الكورة روي فيتوريا بقى هيقبل ولاء الله واعلم الله واعلم برضو دي من الحاجات اللي فيها مفاوضات طيب اتحاد الكورة كمان بيدرس تعيين المستشار سيد بنداري رئيسا لي لجنة الانضباط هو كان رئيس لجنة الانضباط السابق ناوي اتحاد الكورة يعينه رئيسا جديدا لجنة الانضباط عشان يملى اللجنة اللي تم الاستقالة منها من عدد من المستشارين او سادة المستشارين الايام الماضية وكان زي ما قلت لكم المستشار محمد عبدالصالح رئيس اللجنة السابق استقال وبالتالي اتحاد الكورة عايز يشكل لجنة جديدة للانضباط عشان تعرفين في عقوبات وفي مشاكل وفي خناعات وفي حكايات وفي قصص هتفضل معلقة وهتفضل معلقة فلازم يبقى في لجنة ستهって Machine ولازم يبقى في ناس بتاخد كورات والنازم لما الناس تاخد كورات بتتنفذ الكورات فيعني ان شاء الله لجنة للانضباط الجديدة يعني بتقدر تاخد كورات وتقدر تنفذ الكورات دي ودايما بيبقى فيها سادة مستشارين افاضل بياخدوا كهارات عظيمة جدا وهي لجنة مستقلة ولجنة لها كل الصلاحيات انها تاخد كهارات حازمة حاسمة وقوية